السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع حلقة جديدة من اسأل سيزار عملت بوست على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى انستيجرام سألتكم إذا عندكم أسألة كتبوها كتبت أسألة كثير بصراحة يعني أنا ممكن سجلت وان 18-17 السؤال بقدرش أجاوب أكثر من هيك ولكن بحاول دايما أجاوب في أسألة عامة في أسألة ممكن تكون فيها إشي انتريستنج وفي أسألة اللي ما بعرف أجاوبها ما عندي جواب فأذكرهاش لذلك إذا عندك سؤال يريد تكتب لي في التعليقات بحاول أجاوب لا تنسوا تتابعوني على انستيجرام لأنني مرات يعني صرت أكثر على انستيجرام أجاوب على أسألتك وعلى طلباتك لأنه مش ملحق على يوتيوب وعلى فيسبوك إني أجاوب الأسألة بصراحة فانستيجرام بحسهو المكان حاليا اللي بقدر أجاوب في معظم الأسألة يعني لو ما جاوبتك اليوم أو بكرة على رسالتك بعد بكرة لازم أجاوبك بإذنه تعالى بس لا تودي لي على الرسالة السلام عليكم وأتوقف أكتب أكي سلام عليكم عندي سؤال فلاني فلاني أكتبه كامل إذا عرفت الجواب بقولك أعلم أو بعطيك جواب إذا ما كنت عرف الجواب بقولك لا أعلم فأكتب على انستيجرام الرابط موجود في صندوق الوصف بس ما تكتبش برضو السلام بذكركم ما تكتب بس سلام عليكم وعليكم السلام وصلاة الله وبركاته أكتب سؤال كامل شكرا أتمنى من الله العلي القدير إنه يجي الفيديو الثاني اللي بدأ سويه يكون حرب غزة وقفت دمروا غزة قتلوا الناس والعالم كله مش قادر يعمل إشي لسه إسرائيل بتفكر توقف الحرب ولا ما توقف الحرب حققت انتصار ولا ما حققت انتصار بس بهي لحالة بتفكر كل ضغوط العالم اللي بتصير حاليا مش مؤثر فيها فأنا بدعي من رب العالمين إنه هو يخدنا حقنا منهم وأتمنى إنه الله يفتح علينا إحنا ونصير إحنا أصحاب شأن إلنا الكلمة إلنا الوزن في هذا العالم البغيظ بغيظ بالضاء الله المستعان أفضل شركة مفضلة لدي وليش قبل ما أبلش قناتي كانت شركة جوجل هي الشركة المفضلة لدي كل أجهزة جوجل اللي كانوا طلعوها لما كان اسمها نيكسس كانت هي الحلم بس بلشت أشتغل بهذا المجال بس بلشت أجرب أجهزة كثير صار صعب بتحدد شو أفضل شركة ما في أفضل شركة بس يمكن أحكي لك لسه بشوف تجربة هواتف جوجل بيكسل ممتازة مع السوفتوير بس هي مش أفضل هواتف بس السوفتوير عليها بتحسه متناسق وظابط يمكن سامسونج هي أنضج شركة حاليا بديش أقولك هو أفضل أجهزة عندهم لأنه الأجهزة المتوسطة تبع سامسونج والأجهزة الاقتصادية بعتبرها الأسوأ مش الأفضل بس الفلاكشب مثلا للجالكسي بعتبره واحد من أفضل أجهزة فعليا فأنا ما عندي أفضل شركة بس حاليا أفضل هاتف عندي هذا الجالكسي S24 Ultra وسبب أنه أفضل الشاشة تبعته ممتازة جدا التصميم تبعه بالنسبة لممتاز الكاميرات من ناحية تصوير فيديو وتصوير فوتوغرافي أعتقد الأفضل الأفضل البطارية بعطيها جيد جدا السوفتوير نعم هو يمكن الأنضج بينهم كلهم وعندك يعني سيكوريتي أبديت سبع سنوات وسوفتوير أبديت سبع سنوات وكمان في قلم بدأ نضيف أنه في قلم القلم بفيدني كثير أنا بأشياء كثيرة فهو التليفون متكامل وسعره متكامل يا أخي شو هو أفضل هاتف متوسط سعره ممتاز وجهاز يدوم إذا بدك هاتف يدوم ويعمر بدك سوفتوير يكون يعني مدعوم ويكون لطيفة أنا بقول لك هواتف النوثنج حدوم لأنه السوفتوير تبعتها مستيبل ويهتموا فيه لأنه ما عندهم أجهز كثير فإذا اشتريت هاتف من نوثنج على الأقل أنت بتضمن ثلاث سنوات أبديت الشغل الثاني سامسونج سامسونج صارت تعطي سنوات طويلة من الأبديت لكن الأجهزة المتوسطة تبعتها مش أقوى شيء شوفوا حاليا يعني رح يطلع ثلاث أجهزة من الصين الوان بلس نورد سي اي فور والريد مي تيربو ثري والريلمي جي تي نيو 6 SE ثلاث هواتف عليهم معالجات ممتازة خرافية مواصفاتهم عالية وسعرهم تحت 300 دولار فإذا وصلوك على بلدك يعني واحد من خياراتها دولار إذا ما بدك مثلا جوجل بيكسل أو ما بدك نوثنج معني بفضل نوثنج حاليا لأنه سعره رخيص والسوفتوير تبعه ستيبل بس هو مش أقوى ده هل هاتف هواوي البي ستين برو هاتف ممتاز ومناسب لعام عشرين أربع وعشرين أصدقائي أنتوا عارفين أنه أنا بحب هواوي وهذا الهاتف بالذات أجمل الهواتف يعني كتير ستايل على هذا الجهاز وعنده كاميرا خرافية ولكن إذا كتستخدم هواتف هواوي في عندك إشكالية ما بتكدر ما تحكيش عنها وحكيت عنها مش مرة مليون مرة بدك تروع على هواتف هواوي بدك تعرف أنه بدك تعتمد على الإيكو سيستم تبعه هواوي على السوفتوير هواوي وإذا بدك برامج جوجل بدك تستخدم برنامج زي الجي بوكس بشغل برامج جوجل في environment لحاله داخليا فيعني زي في لاير ثاني مختلف وهاي مش أسلسة تجربة تخدها لبرامج جوجل راح تلاقي تطبيقات تعتمد على برامج جوجل بيزبطش محل الجي بوكس وما راح تقدر تشتغل أنا بدأ خدمات جوجل فما راح تشتغل عندك فحتواجه مشاكل بدك تروع على هواوي بدك تعرف أنه أنا التطبيقات هم بوفروها بدك تستخدمها وخلص هيك ممكن تأخذ أفضل تجربة لكن بذكر أنه هواتفهم عن جد أنها ممتازة فخمة وكاميراتها ممرتبة لكن بدك تركز على الكلام اللي قلتوا قبل شوي كويس قبل ما تشتري ليش بعض الهواتف ما بيجيها تحديثات مثلا أجهزة متوسطة أو الأجهزة الاقتصادية مثال جهاز تيكنول بوفا ثلاث بعض الناس كتابوا لي أنه ما بتيجيها تحديثات بتحكي لكم شغلة معين الشركات الشركات بالأجهزة المتوسطة والأجهزة الاقتصادية ما بيركزوا على التحديثات بيحاولوا الشركات يعطوك إشي يستمروا معك سنة وبعدين خلص دبر حالك بس ما بيحكوا هذا الحكي علنا ولا بيعترفوا فيه أصلا علنا بس هذا الواضح على أرض الواقع أجهزتك يعني ممكن يجيها تحديثات بس مش كثير تحديثات اللي بيقول لي لا بيجي كثير احكي لي شو الاسم الجهاز اللي أجاه سنتين ثلاثة تحديثات إنه السوفتفور يتغير تكونت أندرويد 11 شرط أندرويد 14 إيش الجهاز المتوسط اللي معك بس ما يكونش سامسونج سامسونج صارت يعني لو رحت عسامسونج عالجالكسي A54 أو 55 رح يجيك تحديثات نعم أنا بتهتم بهذا لأنه هذا من أكثر أجهزة مبيعات عندها فبتهتم فيه لكن باقي الشركات بتحس إنه التحديثات موضوع مش مهم فما رح يجيك تحديثات لما بتشتري هاتف متوسط وهاتف اقتصادي بدك تعرف إنه أنت نحيت موضوع الأبديت ما هتميت كثير بدك كل موضوع أبديت شي مهم كثير دك تركز وتعرف وين تروح مثال ممكن تأخذ هاتف جوجل أو ناثينج أو سامسونج إيش أفضل هاتف ممكن أشتريه بسعر 500 أو 550 دولار وكون أفضل بكل شي هذا هاتف غير موجود دورت أنا بالسوق مش موجود على أمازون مش موجود ما فيه هاتف زي هيك أخوان حتى لو رحت أخدت هاتف بألف دولار يكون الأفضل بكل شي أعتقد أنه صعب مثلا هذا الهاتف سامسونج ألف ومئتين دولار صح؟ هل هو أفضل بكل شي يعني لو جيت أحكي عن البطارية مثلا البطارية ليست أفضل بطارية فهو فعليا مش أفضل في كل شي ما فيه شيء اسمه أفضل في كل شي لكن ممكن يتبقى 500 دولار يعني أنا لو بدأ أشتري جهاز ب500 دولار بدأ يكون إما من وان بلس ناثينج أو جوجل هذول الثلاثة بختارهم وبدأ أضيف شاومي شاومي نسخة التي يعني شاومي 13T برو هذول أجهزة ممكن أشتري وأكون مرتاح ويعني مكيف معهم بالتجربة ما هي الواجهة الأفضل؟ ناثينج أو أس ولا الهايبر أو أس أنا لسه ما جربت الهايبر أو أس ولكن حضرت عنه بعض الفيديوهات واكتشفت إنه لساته نفس المي يو آي يعني إشي قريب من المي آي مع تحسينات ما حسيت فرق كبير الناثينج واس على الأغلب هو بالنسبة للأفضل باي فار لأنه سيمبل سلس ما في لاغ سهل التعامل معه أبديتز كتيره فأنا بالنسبة للواجهة هي أفضل بالنسبة لي إذا عندك قناة على اليوتيوب كيف تحميها من الاختراق؟ بدش أخليك تكون محبط بس ما في حماية كاملة من الاختراق أنا نفسي قناتي مش محمية لو حدا قرر يخترقني وأصر عليها رح يخذها رح أسامح فيها مش رح أقدر أقول له أدفع لك بدفدية ورجع لي فلوسي أنا مسامحك خلص إذا أخذتها الله يهديك بسامحك شو سوي خلص بفتح قلقة جديدة أو بستقيل بنحال للتقاعد أكل حال شوفوا أول إشي بدك تفعل نظام اللي هو التوثيق الثنائي من جوجل تمام؟ هاي أول نقطة النقطة الثانية اعمل باك أب كودز في باك أب جوجل بتقدم باك أب كودز عشان لو اخترقت تلاقي الباك أب كودز موجودين تقولهم هاي الباك أب كودز تابعوني يلا رجعوا لي قناتي الشغل الثالثة لا تفتح إيميلات أو تضغط على روابط أو تنزل أي شي suspicious يعني بيخوف أو فيه شك شكيت في الموضوع خلص الغي حتى لو كان حقيقي الغي و ريح بالك الشغل الرابعة استنوا شوي الشغل الرابعة هدول شايفين؟ مفاتيح صح؟ هذا USB Type C هذا USB A هاي مفاتيح security مفروض كمبيوتري أو موبايلي ما يفتح أو أكاونت الجوجل ما يفتح إلا إذا شبكت المفتاح بس برضو بيلاقوا طرق الهاكرز عشان يخترقوا لكن هاي على أغلب بتغلبهم شوي فعلى أقل جيب هذا المفتاح برأيحك شوي في النهاية موضوع الحماية صار موضوع نسبي في ناس تهكروا هم عاملين كل أنواع الحماية اللي بتكون إياها وتهكروا وناس معروفين وناس قويين تهكروا للأسف يعني بدك تكون حذر و الله يرحمنا برحمته سؤال شخصي هل أنا عايش في دبي ولا في الأردن أنا عايشت في دبي السنية كاملة ومن ثم رجعت على الأردن سبب أني رجعت على الأردن الحياة في دبي غالية والدخل اللي كان يجيني في دبي ما بكفيش مصاريفي حاولت أني أستمر حاولت أني ألاقي وظيفة جنبي شغلة السوشال مينيا حاولت كل الطرق اللي خطرت عبالي أني أظلني هناك ما قدرت أنا بحب دبي كثير دبي مدينة جدا منظمة نظيفة القوانين تمشي على الجميع الحياة فيها فيها رفاهية عالية غالية نعم لكن فيها رفاهية عالية الجو حار الانفتاحك بالنسبة لي هو زيادة على الموضوع لأنه بأثر عليك لما يكون عندك ولاد اللي حوالينك الجيرانك المدرسة كلهم ناس معظمهم مش مسلمين فابنك بتأثر ثقافته فيعني هذا برضو كان واحد من أسباب اللي خلتني أرجع أنا ما بدي ابني يتربى مثلا مع أجانب كثير كثير لأنه الأجانب مفتوحة بكل إشي فحيصدروا كل الثقافة إلى ابني ما بديش فكان في تضحيني أترك دبي برضو أنا بقدر أرجع دبي بس فيها تضحية فقلت خلص بظلني بعايش في الأردن وبحاول أربي ابني بأفضل طريقة ممكن إن شاء الله في شاشات سطوعها أعلى من سطوع شاشات سامسونج ولكن بتحس شاشة سامسونج أفضل لأنه في درجة من الجودة بتصنيع الشاشات البانيلز التي تستخدم لتصنيع هاي الشاشات تختلف فيه إشياء بسموها النخب أنواع أو نخب من أنواع الشاشات كل ما زادت كواليتي جودة الشاشة بزيد سعرها فما يقول رك أنه سطوع شاشة كثير كبير بس يمكن ألوانها مقارن مع شاشة السامسونج للسطوعها أقل مش أحلى هل لو كان جهازي معمول للروت يعني الروت دي الجهاز رح يوصلوا تحديثات قطعا لا ولكن اللي بيعمل روت للجهاز بصير هو يعني بنزل نسخة روم معينة هاي النسخة بيظل يجيها أبديت فهو بيظلوا متابع النسخ هاي وبيظلوا ينزق أحدث نسخة لحاله فهو بيقدر يعمل أبديت لحاله بس بدي يكون مطلع على هذا الموضوع مطلع على موضوع أشياء روتينج إنك عمالك بتعمل بتكسر الادمنستراتر رولز تبعتي الجهاز اللي حطتها الشركة عشان تكون أنت الادمن أنت لك القرار وبتعمل اللي بديك في الجهاز اللي بيعمل روت لجهازه عن جد بيشيل القرانتي تبع الشركة لأنه بيقدر يسوي أي شيء بديوها هون الشركة بترفع عيدها لا بنعمل لك ضمان ولا بنودي لك أبديت ففعليا أي شخص رايح باتجاه روتينج بدي يتعلم في بروسس لازم يتعلمها كيف تعمل روت كيف تعمل أبديت من وين تجيب الرمز كيف تشغل تشبك ع كمبيوترك يعني بديكون عندك خبرة معينة لحتى يعمل هاي الشغلة مش والله يروح يعمل روت ما بيزبطش أبوزبطش لازم تتعلم هل يوجد بديل لهواوي؟ أنا بحب هواتف هواوي بدي أشتري هاتف من هواوي بس عندي مشكلة مع برامج جوجل بدي بديل معنى البديل الشخص بديو نفس التجربة بالهاردوير نفس التجربة بالسوفتوير اللي أخدها من هواوي البطارية القوية الكاميرات الممتازة البلد كوليتي اللي هي أخدناها من هواوي فبالعادة أنا دائما بحكيكم مباشرة آنر لأنها أصلا كانت شركة لهواوي إذا لسه ما تغير شي شي على كل حال آنر لحد الآن عندها البلد كوليتي عالي جدا السوفتوير ممتاز وعليه برامج جوجل الكاميرات ممتازة البطارية خرافية الشاشات ممتازة وفيه انوفيشن دائما فيه تطويره على هاي الشركة فبحثت هي هواوي بس بدون المشاكل اللي كانت أو برامج جوجل وما إلى ذلك فإنت بديلك مباشرة روح على آنر هل صحيح برامج المونتاج بتشتغل بطريقة أفضل على الماكبوك من البي سي الويندوز نوعا ما آه الماكبوك عنده أدفانتج بالذات بالموضوع الأداء آسا احنا منحكي بس يا أخوان أداء انت ممكن يجهز كمبيوتر البي سي تمام وتحط عليه أعلى مواصفات بس هو ضخم ومش راح تقدر تأخذه بكل مكان الماكبوك لابتوب ومع ذلك ينافس البي سي بالأداء مع معالج الام 3 مثلا أو الام 3 ألترا أو البرو اللي هو معالجه من الأخير انت بتقدر تمنتج فيديو 8K على هذا اللابتوب الصغير اللي بتحطه بشنتي على ظهرك وبتروح فهاي أدفانتج هاي شغلة الأولى الشغلة الثانية أبل برضو شاطرة عندها فاينال كات هذا برنامج منتاج قوي جدا لأبل عملية له كاستمايزيشن انه يشتغل مع الام 3 مية بالمية فالسرعة اللي بتروح اذا بتشتغل انت على فاينال كات بتشوف السرعة في المونتاج حتتفاجأ ايش هاد مش طبيعي الأداء يعني سيمليس الأداء ناعم سلس رهيب بالذات فاينال كات حتى مثلا أدو ببريمير انا بتشتغل أدو ببريمير شركة آدبي لما بنزلوا هيك معالج بتزبط وبتهندل هذا السوفتوير لحتى يشتغل بأفضل طريقة على الام 3 ما بتحط هاي تصبيطات او هذا القدر من التركيز بالتصبيطات على الويندوز مع انه يعني الويندوز أجسته كثيرة فيعني كثير ملايين الأشخاص بتستخدم ويندوز لكن التركيز هيك أبل بتعمل عمدا عشان يتورجيك انه عندي أنا أفضل أداء بأقل مساحة وأقل وزن فللأسف هناك أفضل أنا أتمنى أني يلاقي لابتوب أداء أو زي أداء الماك بس يكون ويندوز لأنه يحب ويندوز لحد الآن لسه ملقيت ليش البطارية ما بتتطور كل شيء بتطور بالهاتف بتحس البطارية زي ما هي بس بتزيد الساعة تبعتها ليش ما يطوروا تقنية البطارية حاليا مش موجود اشي بالسوق بتقنية مطورة مش موجود ولكن الشركات معظمها تعمل على تقنية للبطارية بحيث أنه البطارية تدوم وتدوم وتدوم للهواتف لللابتوبات وللسيارات لكن التقنيات هاي لسه بيشتغلوا عليها هاي من ضمن قسم الـ R&D Research and Development فمتى ممكن نسمع عن بطارية زي هيك مش عارف حاليا ما ما ظنش إنه في القريب العجل بس ممكن خلال خمس سنوات نسمع خبر زي هيك أنه في بطارية تدوم وتدوم وتدوم عما بالنسبة للشحن الشحن بيشتغلوا عليه وأعطونا شحن 100 واط و 160 و 200 و 250 أنا أعتقد إنه بهمني يكون الشحن آمن ما يرفعش حرارة الجهاز لساتني ما شوف مثلا الـ 65 واط أو حتى الـ 100 واط ممتازة جدا وإحنا مش بحاجة لأسرع من هيك ستقولني مش بحاجة هل توقف تطور الهواتف فعليا لو بنطلع على الهواتف حاليا يا أخوان لما بنزل كل فلاكشب من الأجهزة كلها من الشركات كلها يعني مثلا نحكي أندرويد كلهم بيحملوا سناب دراجون 8 الجيل الثالث كلهم بيحملوا الشاشة OLED 6.7 انش 120 هرتز بسطوع 2000 أو 3000 نتز تقريبا نفس الهاردوير كلهم بيحملوا ساعات تخزيني UFS 4.0 كلهم بيحملوا RAM LPDDR5X يعني ما فيش فعليا إش جديد بتحس إنه الشركات حاليا بتركز على شغلتين بتركز على الكاميرات تعطينا تجربة كاميرات أفضل ممكن نكون نفس الحساس نفس 50 ميجابيكسل نعم بس أداءها أفضل وبتركز على السوفتوير هون التركيز الأكبر الشركات حاليا صحيح بتعطينا أجهزة جديدة بس فعليا بتحاول تعطيك تجربة مستخدم أفضل فكل التركيز السوفتوير بتسمعوا بالAI ما هذا AI يعباره عن السوفتوير تركيز السوفتوير إخوان كامل أنا مع هاي الفكرة يعني أنا هذا الجهاز شكلا عجبني مسكتا عجبني أداءا عجبني إذا بيظلم يضبطوا لي تجربة السوفتوير البرامج الكاميرا تتحسن أنا مع هاي النقطة تماما انت تكتب لي شو رأيك شو بتحب تشوف لو جبنا أعلى جهازين في عالم أندرويد الانر ماجيك ست برو والجالكسي اس 24 ألترا هدولا حاليا من أعلى الأجهزة في عالم أندرويد من أقوى الأجهزة حتى أنا بعتبر الجالكسي من أفضل أجهزة أنا جربت الانر ماجيك ست برو بس ما عملت الرويفو بس جربته الميزة اللي أنا بتجذبني لسامسونก بالنسوة إذا كان عندي آنر أو سامسونغ السوفتوير سوفتوير سامسونغ أفضل من سوفتوير آنر هاي نقطة أساسية النقطة الثانية البطارية عند آنر أفضل من بطارية سامسونg النقطة الثالثة تصوير الفيديو عند سامسونج أفضل من تصوير الفيديو عند آنر فيه اختلافات نوعا ما بين الجهازين بصفي يمكن انت نظرتك الشخصية ورغباتك الشخصية وين بدأ تكون انا مع الشبهات كثير عفكرة الناس فكروني بطبل كثير لسامسونج لانه ودولي الجهاز عشان يعني بصفروني انا ما بتعامل مع سامسونج فبشتري مع حسابي لكن الجهاز صراحة رهيب مش معنى اني ما بتعامل معهم ما بدأت عامل لا الباب مفتوح بس همه همه يفهموا علي تعالوا يا جماعة الخير بنشتغل مع بعض مش راضي الله يهديهم ما الافضل اني اشتري هاتف متوسط جديد بمعالج يعني يكون متوسط لانه هاتف متوسط ام اشتري هاتف عليه فلاكشب معالج فلاكشب قديم حسب يعني ما تروح تشتري له هاتف عليه معالج فلاكشب قديم اربع سنوات مش مناسب سنتين منطقة اكثر فممكن تشتري فعليا هاتف عمره سنتين عليه فلاكشب يعني هو عباره عن فلاكشب وتروح تقارنه بهاتف متوسط هذا يفوز ويكون أفضل والتجربة أحسن يعني ممكن تروح تشتري إذا قدرت تتحصل جالكسي S21 S21 مش للألترا أنا بحكي S21 وتشتري جهاز مثلا شاومي ريدمي نوة 13 إذا كان الأسعار متناسبة وقريبة من بعض أكيد خد الـ S21 مع أنه عمره يعني أربع سنوات هذا معلش بس مشيها المرة هاي هذا أفضل إذا أنت بتحب الألعاب ومحتار بدك تشتري جهاز عشان بدك تلعب جيمينج بدك تطور حالك تجيب بي سي ولا تجيب ماك وإحنا عارفينه أنه الماك الأداء العالي الخرافي أكيد تجيب بي سي شو السبب؟ عدة أسبب السبب الأول الويندوز مدعوم من قبل شركات الألعاب الكثيرة في العالم يعني كمية الألعاب اللي راح تلاقيها في عالم ويندوز لا تقارن مع الألعاب القليلة الموجودة عند عالم أبل الـ IOS تمام؟ أي ما تبقين عليه الشغل الثانية الكمبيوتر البي سي هس أنت جبت معالج Core i9-14-900HX ممكن بعد فترة تغير الموذر بورد تطور مثلاً هذا المعالج يجيب معالج أحسن إذا اشتريت ماك بالذات لابتوب بدك تضلك معاه ما بتقدر تغير فيه أي إشي ولا إشي أخوان بتقدر تغير فيه أما الكمبيوتر كرت الشاشة بتغير الرهم الـ Hard Disk الـ SSD المعالج الموذر بورد أي إشي بدك تغيره بتغيره فهي لحالها نقطة أساسية إنه آه بروح أنا لعالم الـ PC أكيد فروح PC هذا السؤال دايما دايما بيجيني مين أفضل؟ عالم أندرويد ولا عالم iOS أبل أشتري آيفون ولا أشتري جالكسي جابت عليه كثير لكن برجع بجاوب كامر حتى آخر فيديو عملته أنا كان عندي يعني فيديو آيفون مش مراجعة والجالكسي S 24 ألترا مش ما كانت مراجعة ولكن حكيت عن تجربتي وحيكون فيه سبوح هذا أتوقع إن شاء الله فيديو بس مقارنة كاميرات أي شخص بيستخدم هواتف أندرويد الاقتصادية أو المتوسطة وهو في عالم أندرويد لو راح على الآيفون حيحس بفرق كبير ليش؟ لأنه جاي من هاتف اقتصادي أو جاي من هاتف متوسط وآيفون ما عندهم إلا هواتف عليا فراع على الآيفون حيوخذ الأداء العالي حيوخذ كاميرا ممتازة وإذا قدري يتقبل يبلع هيك السوفتوير وزناخته والحرية تبعتهم المسكرة هاي أعتقد حيكيف على الآيفون حيشوف هون إنه الآيفون أفضل ولكن أي حدا أي حدا بيستخدم أهواتف الأندرويد العليا إذا راح على الآيفون ما راح أحس الفرق بالعكس هيحس حاله مربط مش راح يشوف شي لحظة فيه وين الواو إفكت هذا الفاكتور وينه مش موجود لذلك إذا أنت تستخدم هاتف أندرويد عليا خليك عالم أندرويد لأن هناك أفضل إذا تستخدم آيفون ومعك آيفون عشرة ولا ألهو الأكس أو 11 نروح على آيفون الجديد هيك بيكون مناسب أما إنه أقول هذا أحسن هذا بصراحة لا كل شخص إيش بفضل هنا بيقرر شو الجهاز الأنسب له أنا بشوف إنه بالنسبة لي أندرويد أفضل لي بس برضو بستخدم الآيفون لكن أندرويد أفضل لي شكرا جزيلا إذا عندك سؤال أكتب في التعليقات بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء